السلام عليكم وحياكم الله في ملخصنا اليوم لحدث يوبسوفت فورورد اللي رح نعطيكم فيه أهم المعلومات لثلاث عمالق يوبسوفت وهم فارك راي سيكس، ساسن كليد فالهالا، وأخيرا واتش دوغز ليجين وقبل ما نبدأ كل هذه الثلاث ألعاب رح تكون بترجمة بالعربي كاملا من الحوارات إلى القوائم وأيضا هذه الثلاث ألعاب لو شريتها على أجهزة الجيل الحالي رح تأخذ نسخة الجيل الجديد مجانا الآن رح نبدأ بواحد من أقوى الألعاب اللي كشفوا عنها وهي فارك راي سيكس وهذا الجزء رح يرجعنا لجزيرة مثل الجزء الثالث لكن الفرق هو أن الآن يكون فيه غابات تقعد تصيد فيها ومدينة تقعد تستكشفها المدينة هذه ما هي داخل جزيرة يارا اللي يحكمها الدكتاتور أنتون ولي رح يلعب دوره لممثل المشهور جون كارلو المعروف بدوره كقس من بريكن باد سكان الدولة جالسين يحاربون أنتون ويبون يقتلونه لكن هو مرة مروق ومخلي جيشه يهجد الشعب وجالس يركز على تربية ولده دييغو ويحاول يعلمها عن الحكم حتى يصير خليفته فأنت اللاعب رح تكون جزء من الثورة وبتقدر تختار تلعب ببنت أو ولد وشخصيتك صار لها صوت وتقدر تتكلم مع الشخصيات الثانية في اللعبة بما أن الدولة لأقتصادها طايح فالشعب ما عندها أسلحة تقليدية فهذا رح يخليني نشوف أشكال أسلحة أجيبة في هذا الجزء اللعبة رح تصدر في 18 فبراير 2021 وهذه فقط شريحة من المعلومات عن اللعبة وإذا حابين تعرفون عنها أكثر أقرأوا مقابلتنا مع مخرج القصة Far Cry 6 على موقع True Gaming الآن خلونا نحول على أساسن كريد فالهالا في هذا الجزء من أساسن كريد رح نلعب بالفايكينغ وبطلة القصة هي الشخصية إيفور هدفك في هذا الجزء من اللعبة هو بناء مستوطنة في العصر المظلم للمملكة الإنجليزية وأحد أجدد العوامل في اللعبة هي الغزوات بحيث أنك تقدر أنت وفريقك بغزو مناطق مختلفة وفي هذه الغزوات فريقك رح يساعدك في القتال وكسب الغنائم والموارد وعن طريق هذه الموارد وتقدر تبني مستوطنات نقطة أخرى هو أن هذا الجزء من السلسلة في أكثر تنويع من الأعداء وكل واحد منهم بيتطلب منك أسلوب مختلف للقتال بعضهم بيكون قوي لما يكون حولها أخويا والثانين بيشرون الأشياء من حولهم حتى يقدرون يمسكون أخوياهم ويرمونهم عليك وطبعا مع تنوع الأعداء الكبير بيكون عندك ترسانة أسلحة مختلفة من خطاف يقرب الأعداء لك إلى قدرتك على رمي أكثر من فأس على عدوك هذا غير تواجد نظام يخلي الأعداء دايخين ويصير تقدر تتخلص منهم بسرعة برضو يمديك تشيل سلاحين بنفس الوقت وتقدر تخرط بينهم على راحتك مثل أنك تحط فأس وسيف أو مطرقة وسلسلة ولا تقدح على الأعداء وانت شاهل درعين ومثل الأجزاء السابقة صار يمديك تدخل على جماعات وتغطي رأسك وتعدي من الأعداء بدون ما يشوفونك أبدا آخر عامل جديد في هذا الجزء هو الهجوم على القلعات في هذه الحملات الهجومية راح تحط سلالم حتى تقدر تتسلق القلعة وتدخلها من فوق ولا تكسر البوابة الرئيسية بشجرة وهدفك هنا بأنك تسيطر على القلعة حتى تكون القلعة ملك لك هذه كانت بش شريحة صغيرة من الأشياء التي قدمتها أساسين كريد فالهالا اللي راح تصدر لنا هذه السنة في نوفمبر 17 أيضا إذا حابين تفاصيل أكثر تقدرون تقرون مقابلتنا مع مخرج القصة على موقع ثرو جيمينج نيجي الآن إلى آخر لعبة عندنا وهي واتش دوكز ليجين الأجزاء السابقة لسلسلة واتش دوكز أخذتنا إلى شيكاغو ومدينة سان فرانسيسكو في هذا الجزء راح نروح للندن والأحداث تدأ مباشرة مع حدوث تفجير إرهابي بالمدينة وحتى المدينة تحافظ على الأمان وظفت شركة خاصة تزبط الأمن داخل المدينة اسمها ألبيون وهذه الشركة بقيادة رئيسها نايجل كاس اللي راح يسوي كل شيء حتى يقدر يتحكم بالمدينة وهو ما راح يكون الشخص الوحيد اللي راح تواجهه في اللعبة لأنه في ثلاثة غيرة انتهزوا الفرصة مع الفوضى اللي صارت وأحد هذول الثلاثة هي المجرمة ماري كالي اللي تتاجر بكل شيء عن طريق الدارك ويب أو الانترنت المضرم من المخدرات إلى الأعضاء البشرية بما أن المدينة ضاعت فهنا ييجي دور اللاعب بحيث لازم تقاومون كل هذول الأعداء وتسترجعون مدينة لندن وطبعا يمديك تجند أي مواطن تشوفه يتمشى بالمدينة وكل واحد منهم بيكون عنده طريقة خاصة للقتال وراح يقدرون يستعملون كل أدوات الخاصة اللي اشتهرت فيها هذه السلسلة وبنفس الوقت يهكرون أي شيء هذول الأشخاص اللي تشوفونهم قدامكم الآن تم تجنيدهم باللعبة وتقدر تختار أي واحد منهم لأي مهمة بيتخلصها إذا كنت بتاخذ الطريق العنيف وأكشني تقدر تاخذ بواحد يصفق الناس بأسلحة ثقيلة أو تجي بواحد خصصها الروبوتات وتقعد ترسل الروبوتات حتى تتخلص من الأعداء كل شخصية بيكون لها اسلوبها وهذا بيفتح لك المجال في إنهاء المهمات بطرق مختلفة كل مرة Watch Dogs Legion راح تصدر في 29 أكتوبر وإذا تابعون معلومات أكثر تقدرون تقرون مقابلتنا مع المخرج الإبداعي على موقع True Gaming وهذا كان الملخص للثلاث العملاق لشركة يوبسوفت لا تنسون تدعمونا باللايك ونشر هذا الفيديو وشاركونا بالتعليقات لأكثر لعبة متحمسين لها من بين هذه الثلاث ألعاب كان معكم نواف النغموش ويعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة